مرحبا أهلا بكم في فيديو جديد فيديو اليوم لا أعرف إذا سأقوم بشكل روتين أو لا أنا لا أحب هذا النوع من الفيديو لا تطلبوها كثيرا لكن لماذا لا أحب؟ لأنني لا أحب روتين معين يعني ما أفعله اليوم أو ما أفعله بكرة لماذا سأتصور شغلات أنا لا أفعلها ولكن من الأول السنة قررت قرار أني أريد أن أكل صحي وأريد أن أرتزم بمجردات وخصوصاً بمجرد الفطور لأنه إذا لم أخذت الفطور أنا لأنني أتشبع معي فأصبح أخذ نقرأ شيء شيء شبس أو شيء بسكوت وهذا الشيء بالنهاية لا يفيدني ويعمل كرش وخواصر وفعلاً من بداية السنة الآن يعني الوضع فيهم أن تقوله حتى المتابعين على السناب يعرف هذا الشيء لأنني دائماً بنزل هنا لأنه عساسي يجب أن تشجعك ونحن تدرع التابع حسناً حسناً لدي حب الحديد سأأخذه قبل الفطور سأخذي شهرين سأخذي الشهر الثاني وسأخبرك في الشهر الثالث لماذا؟ لأنه لدي فقر دم فهذا السبب لازم أأخذ بارح عملت بيزا تجنن طبعاً ليس كثيراً ولكن لدي كثيراً ليس كثيراً لدي كثيراً تذكرين أنني سأفضل بيزا قلطانية شوفوا 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 مهم لا سأأكل بيزا سأأكل شيء صحيح من المبايحة كانت أطلت بيزا ولكن هذا ليس معناتها يعني أنه خلص نفشد شر إذا خبصت يوم أو يومين يعني ما صرت أنه ضل ما شيئاً خلص يعني عادي يمروح بيطاع ما صرت نجلت حالياً يعني أنه بضمير ناس يعد لزوم حرام مهم أهم الشيء بفطوري يجب أن يكون موجود بيزا لماذا؟ لأنه يجب أن يأخذ نسبة ميحة من البروتين فدائماً يجب أن يأخذ بيزا مقلية أما يجب بيض مثل المشايفين أحياناً أخذت أحياناً ثلاثة لكن يجب أن يأخذت حساسية بوشة فأنتي علينا يعني لا أخرج لأنه نأكل صحيحة ولا حتى نخبص فقد صرت أخذها وبالإضافة أنه يمكن أن أضعني لبنة أحياناً أحياناً أربعة زيتون أو خمسة حسب يعني تشكيلي كنت أخذ لبنة التركية لبنة التركية لبنة التركية لبنة التركية لبنة السورية لبنة السورية أطيب ألف مرة لهذا السبب أصدرنا نعمل لبنة على يدنا أو نشتري لدينا المركات السورية عن جد صحية أكثر وأطيب سأخذ معلقة أيضاً هي جبنة لبنة السورية لأنها ليست طيبة أبداً ولكن لا أخذ غير أطيب لأنها أصبح بروتين أصبح البيض واللبنة لا أعرف لأن الكلاب يعرفها لأنها مختلفة فهذا مكدوز سوري سأضع على الفطور في سوريا كثير كثير طيب وأنا جد أحب أن أجمعهم كلها صحيح لن أضطر أجلي أطيب الشيء لدي حبة البركة مستحيد يعني أضع لبنة إلا أضع عليها أطيب السكريات من بعد عن الشغلات التي لا تنصحني هذه لديها الخبز لديها خيب وفي نفس الوقت صحيح وخبز الشوفان سأعطيكم صورة تركية هذا هو هذا بالشوفان لديها 8 أنواع وهذا أسمر هذا هو فطورة المتواضع والخبز أيضا لا أشرب شيء من أنه يوجد خضرة سأحافظ على الشرم الماء تقريباً لتر 75 يعني أقل من لتر فلازم يجب أن أشرب لا أريد أن نذهب للجم أبين أنني المت الرياضي على اليوتيوب لا أريد أن نذهب ما أريد أن أصبح أريد أن أصبح أعرف كيف سأجعل سأجعل سؤالها السريع أنت برأيك أنه من الأهم من الأكل أو من الرياضة؟ الأكل الأكل صح براف عليكي لأن هذا الشيء اللي لاحظته خلال هالأشهر اللي مرت لأنه ما كنت ملتزمي ورياضة مية بالمية بس ملتزمي تقريباً بالأكل أكتر من الرياضة فحسيت أنه في فرق بيسات المعدة من إيد ما نعدمها يا هيك خفيفة هاي الأيام أنا أستغيل هذه الأيام وأطلع على أماكن هيك طبيعة لأنه كثير ماشاء الله وكأنه صيف كثير عم يكون حلو يكون في برودة خفيفة بس يعني شمس فأنا أستغيل هذه الأيام وأطلع على أماكن هيك طبيعة لأنه حاسي كثير بحاجة هذه الأماكن هيك تمشي تنفس هوا نظيف كثير حلو هنا شمس كثير 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 ثانية لدي شاهدوا شلقات هنا المنظر جميل تخيلوا ان انا اول مصورتكم كنت هناك في اخر نقطة اوه انظر السماء جميل المهم قلت اليوم بدي اخدكم معي على الجام لا تفكروني كتير يا ابنت رياضي ويهتم برياله و الى اخر لاني صار دي خمسة ايام قاطعة فقلت اليوم لازم لازم انزل وباخدكم معي يعني بتعرفوا الصبح بكون انا نشيطة كتير لهذا السبب اصور الصبح اكتر الشي فلت البوت اوكي صار جاهزة اليوم ما بدي اتمرني كتير صح قاطعة بس اليوم بدي امرين المعدة ما رح اقرب على رجلين وشوي اليدان رح اعمل ما رح اعمل كارديو ليش لانه اليوم رجو حلو وشو لازم اعمل لازم استغل لازم استغل الجو واطلع حي مشي كتير برا فلا فلا فدعي لالكارديو خلص فهيا بنا كان في درس حضرتهم لانه هي قرتي فعالي حضري وهيك فاس مرح اقلش لها ما باعث ايامة تعلمون لا المهم فحضرتهم مع اني ما كتير وحب الدروس لانه ما بحيت ما كتير على مزاجي ليش لانه ما في اعادي وتكرار وقوي اكتر لانه انا متعودة على مريم معينة خلص بحبهم فحضرت الدرس وبس خلص الدرس اعمل هلا اتمرين لحالي المسلم 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 العديد من المدينة اعمل الماضي المسلم الاسم اعمل طوز عشان هلأ أعمل مشروبي المفضل بعد الرياضة رح أخذ كمان جاج إذا فيه ها لقيت واحد والله شو هالحظ هات ها دي ميابينو كان لازم نزدي كفور السوداني بس ما بعرف إذا رحلق أي أولا لأن هذه كلمرة دورت ما لقيت هاي كل الأنواع بس مو هذا النوع اللي بدي أنا اللي عندي هذا بس لأ في واحد غير صحي أكتر ومتغيب اوكي أنا حاسة إنه مليت من حالي مكتر ما حكيت وصورت قدوا ما مليتوا مني عشان والله مفارش أول ما رأتطول هكذا بتصوير حلأ مشروب المفضل والكثير كثير مفيد وطيب نفس الوقت أول الشي رح أخذ موزة أو إذا أقضت فواكي يعني بس أنا أفضل موزة وبعدها بأخذ حليل تقيباً كاسي وبعدها رح أخذ شوفان هذا الشوفان أنا طاحنته هيك عملته ناعم لن أضيفه مع المشروب هذا اللي رح أعمله خط معلقتين أنا كنت أفكر أني أخذ بروتين وهيك لكن هذا المشروب يعودني عن بروتين وأيضاً لا أحد أن أخذ بروتين لا أخذ بروتين طبيعي لا أخذ بروتين طبيعي لا أخذ بودر لا أعرف ماذا ثقلت خلاص وهي زدت فور السوداني لديكم أحسن من هذه ولكن لا أعرف مفقودة فشكراً سأطلبها طلب أضيفتها ثقلت ثقلت مثل ثقلت هكذا ثقلت 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 بجنن قلنا مرة على وقت الأطراف صحيح كنت أتحكي لكم أتحكي لكم أنه أنا رجعت على تيك توك أصور هكذا بلوكات بسيطة و سريعة فلو حابين تجعوا تتابعوني الرابط موجود تحت لصدق صلص فإذا عمكم تيك توك هربط لحتى أصور لكم الجو حلو اليوم في الهدى السبب سوف أستخدم الجو ألوكرة في مواطعه بعضه 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 هاي جودي الساحل هون ساحل فلوريا والبحر عجرد مميز بس يوم السبت والأحد ما حبيت تعرفوا ليش؟ لأنه بكير في زحمة وما أحب الزحمة كثيرة هم رح روح على المول هلأ وقتل شوي وبعد روح على البيت هم روح على المول هم روح على المول على أساس أنه أنا بالعيد إن شاء الله أنه أصبوه شعري أحمر بس جات غيرت رأييي كله موجودة هي اللي عم تشجراني على حشي أحبكي بطلع حلو كتير بس عم شعري غصير بس عم شعري غصير ملا بطلع حلو ما بعرف عم مفكر أرجع لألوان البن الفاتح شو رأيتم تقول لح في التعليقات هكذا هل ستعمل؟ أنا أصبغ لك أعم كلها عادة تذكر تصبغتلك أحمر؟ أذكر كانت جميلة بس حزري شو بس هي صبغة ممنيحة ما في بعيد كم أسبوع وراح لأنكم عم نساعدون لك بعد تصحب اللون هكذا تصبح صبغة ما ساعدنا لون شو بك؟ أنا شعري كان نسحب اللون من الأول لسكنت عاملي أزرق أزرق أول أذكر تذكر وتصبغتك حواصة الأدوان ستكون مرة طول طلع لنا بلون فيودي مرة أزرق و مرة بأنفسجي كنت استمرتها لا نحطينا لحادتنا خالص بيكفل تذكر للم أعملت حني وما مش حق يهل تذكريني حتى أنا جمع كل منك أنت ضلت أضحبت عشر 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 حتى الحني وآخر شي؟ أنا متحمسة يطلع لون شعري أحمد رح تغسر إذن المهور هون غروب الشمسي كتير حلو بس أنا ملاحقت أه ليش ما يطلعني بشايا بس هو الشمس أين انتي م started هم فإن لم الأنمر المدى صرف ربس الزoku اشتركوا في القناة بدي يورجيكم بعض الابداعات اللي صارت على دفتري مو على صفحة واحدة لأ يعني على كل هاي الصفحات يا رب داخلي لحظة أسر في فكرة خلصت ابداع كله من ليلي هاي السمكة علمتها ترسم سمكة فأجي ترسمتها على دفتري بس طارع حربي معا لسه في سمكة سمكة وأخيراً وصلتني الطلبية هيصار لثلاثة ايام طالبتها ومشان أعمل فيديو لهذا السبب اتأخرت فرح أرجيكني او لا 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 هاي للفيديو الجاية لش دي أرجيكني اياها خلاص خلي الفيديو الثاني وبشوفكم فيديو جديد اللي هو حيكون عن هاي حتشوفوا إبداعاتي فاستنوني بالفيديو الثاني وأكيد أكيد ما رح أتأخر عليكم هاي كبكن وصلت لنهاية الفيديو حتووا لعيك وشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس هاي بقولوا سارة شايفي حالة بأضافيرها ايه شايفي حالة بأضافيرها صاري شهر عم ربيهم لأ ما صاري شهر كم اسبوع يعني بس عايفين حالة بروحوا زبطهم فشوفكم فيديو ثاني للمرة العشرة وحطوا لعيك متل ما قدت لكم واستنوا الفيديو الثاني ها حيكون واو يعني إبداع إبداع يلا باي